أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد حيال الإجراءات غير المتناسبة التي تتخذها الشرطة الأمريكية لتفريق محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات وفضي قيم أقاموها بالقوة وقالت إن هذه الإجراءات تبدو غير متناسبة في وطأتها وذلك عاقب قيم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك باتخاذ إجراءات بحق نشطاء معارضين للحرب في قطاع غزة بعض رفضهم فك هذه المخيمات الاحتجاجية في حرم الجامعة ضيفي من واشنطن الخبير الاستراتيجي الديمقراطي دينيس تشيف سيد دينيس أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار تساؤلات كثيرة سيد دينيس حول حقيقة هذه الفيديوهات وهذه الصور التي نتابعها من داخل حرم الجامعة في كولومبيا وجامعات أخرى أمريكية يعني لو خرجت هذه الصور سيد دينيس من دول تتهمها واشنطن بالمعادية الإسلامية أو بغير الديمقراطية شيء وأن تخرج من دولة تعتبر الديمقراطية ممط حياة شيء آخر شكرا ميشالا لاستضافتي في هذه القضية المهمة جدا والتي هي حساسة أيضا جدا ومن دون الاستماع ربما كثيرا ومن دون التعليم كثيرا وأعتقد بأن حق التظاهر تاريخيا أساسي وهو متعمق ومتجدر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ديمقراطيتنا ونعم أنت مصيبة في كلامك هذا أعتقد في بعض الحالات وربما في معظم الحالات الجامعات وإدارات الجامعات أخفقت في البداية من أن مثلا ترى درجة التعاطف وعدد الطلاب الذين يشعرون بقوة تجاه إدارة إسرائيل الحرب في غزة ضد حماس والآلاف من الغزيين الذين قتلوا هناك من قبل إسرائيل وما كان ينبغي أن يفعلوه ربما والذي كان ربما أساسيا هو كان ينبغي أن يحدد المكان والطريقة التي ستكون فرصة بالنسبة لأولئك الذين يودون تظاهر من الجانبين ومثلا مع الفلسطينيين فمثلا يعرفون الأرقام وهؤلاء أيضا الذين هم الذين ينتقدون إسرائيل هذا خطأ أدى طبعا إلى تصعيد مؤسف وخطير ورغم أنني أتفق مع حق التظاهر في الولايات المتحدة أو ينبغي أن يكون بكما حدث في الستينيات مثلا ولكن من المهم جدا أن نعترف بأنه كان هناك أيضا عنف غير متناسب من قبل بعض الطلاب لأن الإدارة ربما سمحت للأمور أن تخرج عن السيطرة والآن هذا القمع أظن بأنه رد فعل مبالغ فيه هناك مثلا الحاكم في تكساس يقمع الآن بالشرطة شرطة الولاية الذين هم مسلحون بأسلحة مخيفة وهذا يرسل إشارة سيئة وأيضا كولومبيا دعت الشرطة سيد دينيس هذا يعني أن الأمور بإمكانها أن تخرج عن السيطرة مئة بالمئة نعم بكل تأكيد فإدارات الجامعات أولا أخفقت كما قلت في توقع تعاطف وعدد الطلاب الذين يشعرون بقوة ويريدون التعبير عن شعورهم بشأن قتل الإسرائيليين للعديد من المدنيين في غزة وثانية بشأن أهمية توسيع المساعدة سواء الغذاء والصحة والرعاية الصحية وأيضا المسكن والمبيت وبما أنهم كما قلت أخطأوا في توقع هذه الأمور فالأمور خرجت بالفعل عن السيطرة والإخفاق مستمر اليوم بطبيعة الحال بتهديد الطلاب بفصلهم خاصة الطلاب المتضامنين مع فلسطيني بطبيعة الحال الأمم المتحدة كان عندها موقف من هذه التطورات المفوض السامي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة فولكر تيرك قال أن حرية التعبير والحق بالتجمع السلمي أمران أساسيان للمجتمع خاصة عندما يكون هناك خلاف حاد حول القضايا الرئيسية كما هو الحال فيما يتعلق بالنزاع في الأرض الفلسطينية وإسرائيل وأضاف تيرك أنه يتجب مراجعة الإجراءات التي اتخذتها إدارات الجامعات الأمريكية والسلطات الأمنية لتقييد حرية الطلبة في التعبير للتأكد من أنها لا تتجاوز بشكل واضح حماية حقوق الآخرين وحرياتهم وشدد أيضا تيرك على أن السلوك أو الخطاب المعادي للسلمية غير مقبول على الإطلاق ومثير للقلق وكذلك السلوك والخطاب المعادي للعرب والفلسطينيين يستحقان الشجب على حد سواء طيب أين السلطات الأمريكية من كل ذلك وإلى أي مدى تحتاج هذه الإجراءات إلى مراجعة سريعة مرة أخرى أقول أعتقد أن جذور ما يحدث الآن هو إخفاق إدارات المعاهد في كما قلت وقع ردت فعل الطلاب على هذه القضايا وثانيا أيضا إخفاقهم في تقديم فضاءات مفتوحة ووقت أيضا مخصص في حيث الطلاب يمكن أن تكون لهم الفرصة ليتظاهروا وليعبروا عن رؤاهم بسبب ذلك فالطلاب غضبوا والآن هناك حاجة طبعا لخفض التسعيد وعلي أن أعترف بأن الأمر صعب فأظن بأن ما نحتاجه الآن هو أظن أن يكون هناك نعم وقفة من السلطات وقفة حازمة ولكن ليست قمعية لا يمكن أن مثلا يذكر في الولايات المتحدة كأنه قمع قوي وأود أيضا أن أقول كيهودي أمريكي فإنه يؤلمني بعمق أن أرى طبعا هذه إدارة نيتنياهو وقيادتها للحرب وتلك الطريقة وأيضا أقول بأن قيادته للحرب لم تؤدي ولكن كثفت وزادت في عدد الأفراد الذين ربما لم يكونوا معادين للسامية ولكنهم الآن غاضبون ضد اليهود وضد إسرائيل وفي أيضا بنفس العملة العديد من اليهود مع إسرائيل وأنا أدعم إسرائيل ولكنني لست معهم تماما فهناك بعض اليهود الذين أيضا كانوا سريعين في القول بأن اليهود الآن يتم مهاجمتهم وبأنهم يتعرضون لتنمر كما قلت هؤلاء الذين مع فلسطين أيضا يتعرضون لتنمر الرئيس السابق ترامب طبعا أيضا مثلا حضر مثلا دخول العديد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة في أول يوم في البيت الأبيض وذلك الشعور المعادي للإسلام في ذلك الوقت والذي بدأ قبل عقود والذي تزايد وهو موجود بكل تأكيد وهذا يؤلمني أيضا فكما ذكرت ميشال ينبغي أن تكون هناك حماية للكل وينبغي التعامل مع القضاء على الكراهية ضد الآخرين الأمر يحتاج إلى مراجعة سريعة شكرا لضيفي دينيس جيف الخبير الاستراتيجي الديمقراطي حدثنا من واشنطن الليلة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر